اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرقص في المنام وقد يكون شر او رؤية تحذيرية للرأي فاللي يشوف في منامه حلم الرقص بدون موسيقى ده بيدل على الخير وعالبركة وده وقار واحترام والعرس او حفل الزفاف يعني اللي فيه رقص بدون موسيقى وبدون غناء ده بيشل السرور والفرح واللي يشوف انه رقص في الحلم الوحده في بيته ده يفسر بالشبع والفرح حيث ان الرقص لا يحدث الا في البطر والشبع واللي يشوف انه هو رقص في داخل منزله في الحلم يعني وشاركه اهل بيته لوحدهم بدون جناء وبدون اشخاص غرباء ده خير للجميع وربما يبشر ببناسبة اه سر جاية اليوم في الفترة المقبلة ربما زواج لأحد افراد العائلة او ربما عمل قريب جدا بإذن الله ايضا لأحد افراد العائلة او اه تغير في مستوى عشيتهم للأفضل واللي يشوف في الحلم انه احد اقاربه او ابنه او زوجته بيرقص ده ايضا بيفسر اه بالخير وبيشير للعز الكتير بس بشرط ان الرقص ده هيكون من غير موسيقى او غناء في حالة لما يكون اه الرقص ده شر اه للرأي لما يشوف يعني انه هو رقص من اجل غيره في الحلم ربما انه هو يشاركه في المصيبة دي او المشكلة اللي بيمر بيها ومن كان مريض ورقص في المنام ربما انه هو اه يعني دي ايضا رؤية غير جيدة للرأي واللي يشوف طفله بيرقص في الحلم يعني فيخشى عليه من الخرص لان الطفل يلوح بيديه حين يرقص وكذلك الاخرص بيلوح بيديه واللي يشوف انه هو رقص فوق ما كان مرتفع ربما انه هو هيصاب بالخوف ويعني اذا كان شخص مريض وشاف اه في الحلم انه هو بيرقص فسيطول مرضه اما يعني يعني اللي يشوف امرأة بترقص في الحلم ده ربما تلك فضيحة كبيرة للرأي ومشكلة كبيرة للرأي واللي يشوف انه هو اه في سفينة مبحرة ويرقص في السفينة ربما انه هو هيقع في شدة واللي كان فقير ورقص في الحلم فسوف يغتاني ولا اه يوم غناه ومن كان عبد المملوك انه شاف الحلم انه هو رقص ده شارع انه هو هيدرب سيده فيعني رؤية الموسيقى شرطه الوحيد الرقص شرطه الوحيد انه هو يكون في الحلم او في المنام بدون موسيقى وبدون غناء وبدون طرب ده بيبشر باقتراب الفرج وبالرزق اما اذا كان بغناء او كان اه بموسيقى زي ما احضرت لكم ده بيكون رؤية تحذيرية وربما يشير لمشاكل قد يتعرض لها الرأي احباب الله ربنا بشاركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده رؤية او حلم متعلقة بالرقص عمتا يكتبها لان اسفل الفيديو احنا بفصل لكم فصل وقت ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لأكبر خدرونكم للناس والى اللقاء في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله